دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الأحد إلى المشاركة في أعمال القمة السابعة لمتدى دول المصادرة للغاز المزمع عقده في الجزائر مطلع مارس القادم وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة العراقية في بيان أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد تسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقبال الرئيس رشيد الأحد بقصر بغداد سفير الجزائر لدى العراق جهاد الدين بلكاس لافتا إلى أن الرئيس رحب بالسفير محملا إياه تحياته وشكره للرئيس عبد المجيد تبون على دعوته مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات وتوسيع أفاق تعاون البناء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وفق البيانة